السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معاني يا شباب في حلقة هذه ان شاء الله راح نتكلم عن كيفية معرفة اذا كان جهازك اداءه جيد ام اداءه اقل عن المستوى المطلوب في الحلقة هذه راح نقوم باستخدام برامج يحدد اداء اللي هو القطع اللي هي بتكون السي بيو المعالج وكرت الشاشة ايضا اللي هو الرامات وايضا وحدات التخزين في البرامج اللي راح اتكلم عنه برامج مدفوع لكن فيه استخدام او تقدر تستخدمه لمدة ثلاثين يوم بشكل مجاني في ثلاثين يوم هذي بيكون باستطاعتك انك تتحدد اداء الجهاز من خلاله البرامج هذا جدا ممتاز واستخدام ايضا جدا بسيط ويعتبر واحد او هو افضل برامج اللي تقدرون من خلاله انكم تقرون او تعرفون اللي هو اداء القطع اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر وتعرفون اذا هي كانت على المستوى المرغوفة او اقل عن المستوى الموقع اللي بحط لكم في دستكريبشن هو الموقع اللي تقدرون انكم تنزلون منها البرامج البرامج اسمها بيرفورمنس تيست اللي هو تضغطون على الخيار هذا وراح يتحمل عندكم البرامج على جهاز الكمبيوتر يكون مجاني وفي حال البرامج اعجبكم فتقدرون انكم تشترونه في مدة ثلاثين يوم اتوقع انها مدة كافية او حتى اكثر عن كافية في عمل اختبار الجهاز الكمبيوتر اللي عندك البرامج مثل ما مكتوب امامكم سهل الاستخدام وايضا هو موجود من سنة الف وتسعمية ثمانة وتسعين ويتوافق مع جميع الكمبيوترات وايضا جميع قطع الهاردوير الخاصة في جهاز الكمبيوتر وعدد المستخدمين يتجاوز المليون مستخدم بعد ما تستخدمون البرامج ترجعون للموقع نفسه ايضا بحط لكم في دستكريبشن بعد ما تستخدمونه بامكانكم انكم تسووا مقارنات بين اللي هو اداء الجهاز الخاص فيكم وبين الاجهزة اللي الناس مستخدمين فيه البرامج هذا بحيث يعطيك الافرج او المعدل اذا كان جهازك اقل عن المعدل او على المعدل او الافرج او اللي يكون هو بالمعدل الطبيعي الآن نروح للبرامج بعد ما قمنا بتحميله على جهاز الكمبيوتر البرامج بيكون اللي هو الجهته بالطريقة هذه البرامج او بيكون اول ما تشغلونا بيكون لكم بالطريقة هذه مثل ما تلاحظون امامكم هو الان يقوم باظهار القطع الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص فيكم انا مثل ما تلاحظون اللي هو عندي اربع رامات و كرت الشاشة و ثلاث وحدات تخزين فتقدر تضغط عليها ويعطيك المعلومات الخاصة مثل ما تلاحظون ضغط على كرت الشاشة عطاني المعلومات الخاصة الخاصة بكرت الشاشة اللي عندي نرجع ونضغط على الرامات ايضا بيعطيني جميع المعلومات اللي تخص كرت الشاشة وضغط على المعالج يعطيكم جميع المعلومات اللي تخص المعالج هذه احد الميزات اللي يتميز فيها البرامج هذا وايضا مثل ما تلاحظون أمامكم في المكان هذا اللي هو درجة حرارة المعالج درجة حرارة الهارد ديسك ودرجة حرارة أو درجة حرارة كرت الشاشة هذه الواجهة الأمامية أنا ما بشرح البرامج كله بالتفصيل أنا بتكلم عن البيسيكس أو عن الأمور الأساسية اللي تخص البرامج بعد دور البرامج اللي هو مثل ما أقدر لكم فحص جهاز الكمبيوتر اللي هو بيكون السي بيو وكرت الشاشة اللي هو 2D وال3D والمموري وأيضا وحدات التخزين اللي هو الدسك سواء كان هارد ديسك أو كان SSD أو كان أيضا M.2 SATA أو M.2 NVMe الآن نروح على الرن أنا ما بضغط اللي هو خيار الرن البنشمارك حتى ما يعني يخترب عندي اللي هو عملية التسجيل أنا قمت بالاختبار قبل لا أبدأ في عملية الفيديو تضغطون يا شباب على اللي هو رن بنشمارك وبعدها راح يقوم اللي هو البرامج بعمل فحص كامل لجميع الأمور اللي تم ذكرها لكن قبل ما تبدؤون فحص الجهاز عندكم أنصحكم يا شباب أو من الأفضل أو يفضل إنكم تقومون بإغلاق جميع الأمور أو أو حتى المتصفح أو شو ما يكون شغال في الباكجراوند أو حتى على سطح المكتب تقوم بإغلاق جميع الأمور اللي شغال على جهاز الكمبيوتر حتى يعطيكم اللي هو القراءة الصحيحة لأنه مثل ما تعرفون يا شباب اللي هي الأمور اللي تشتغل في الباكجراوند وأيضا تشتغل على سطح المكتب تأثر على أداء جهاز الكمبيوتر وراح يعطيك ممكن نتائج أقل عن اللي هو الواضع فبعد ما تقوم بإغلاق جميع الأمور تقومون بالضغط على خيار run البنشمارك هذا اللي يعطيكم اللي هو النتائج مثل ما قدر فيما شو وأيضا إذا تريدون أنكم تسوي مقارنات يا شباب يعني مثلا أنت عندك معالج مثلا على سبيل المثال 8700K وحبيت أنك تطور لمعالج ثاني فأيضا يعطيك اللي هو الفرق كيف الأداء بين اللي هو المعالج القديم والمعالج الجديد أو اللي هو كارت الشاشة أو شو ما يكون القطعة اللي قمت بتغييرها أو أيضا تقدر تستخدمها لمعرفة إن كان جهازك يعمل بشكل طبيعي أو أقل عن المعدل الطبيعي بعد ما تضغطون على run بنشمارك راح يطلع لكم اللي هو النتيجة بالطريقة هذه إذا طلعت لكم يا شباب النتيجة بالطريقة هذه فأنتو جهازكم يعمل بشكل طبيعي معتكم أي مشكلة أما إذا ما وصلتوا للمرحلة الأخيرة هذه اللي يطلع فيها النتاج الكل فأعتكم أنتم مشكلة في جهاز الكمبيوتر ومثل ما تلاحظون يا شباب باللون الأخضر واللون البني واللون الأحمر اللون الأخضر يعني أنا جهاز يعتبر في high end أو المستوى العالي اللي في اللون البني اللي هو mid range أو المستوى المتوسط وباللون الأحمر اللي هو low range فمثل ما تلاحظون السي بيو عطاني اللي هو تقريبا 13308 اللي هو بيكون في الخانة الخضراء اللي هو high end نروح للموقع اللي بيكون أمامكم بحط لكم أيضا في description تختارون اللي هو خيار السي بيو بنشمارك والفيديو بنشمارك الهارد درايف الرام وتضغطون على السي بيو بعد ما تضغطون على السي بيو يا شباب فتختارون اللي هو الهاي أند إذا كان عندك اللون عندك اللي هو مثل ما تلاحظون طلع عندك في اللون الأخضر فتختار الهاي أند يطلع عندك في اللون البني فتروح على المد رينج أما إذا طلع عندك في اللون الأحمر فتروح على اللو أند فأنا بختار اللي هو الهاي اند لأنه أعطاني السهم باللون الأخضر اللي هو الخاص في فحص الـ CPU تضغط على فحص الـ CPU وبعدها تضغطون عدكم على كنترول F وتكتبون شو نوع الـ CPU أو المعالج اللي عدكم أنا نوع المعالج اللي عندي الـ 6700K 6700K بعدها بيدخلني أو بيرويني اللي هو الـ 6700K مثل ما تلاحظون 6700K ما فروض يكون 11000 أنا كم عطاني؟ أنا عطاني 13308 يعني أنا فوق المعدل الطبيعي يعني أنا الجهاز عندي شغال أو الـ CPU عندي ممتاز جدا ما في عنده أي مشاكل أما إذا عطاني أقل عن 13000 أو أقل عن 11000 اللي هو مثل ما تلاحظون الرقم اللي أمامكم اللي هو 11000 إذا عطاني أقل عنه بشكل كبير يعني بيقول مثلا ثمانية أو سبعة فأنا عندي مشكلة في المعالج فلازم أنت تعرف شو المشكلة عندك في المعالج فراح يعطيك الرقم وبالرقم هذا أنت تقدر تعرف أو تقدر تستنتج أنه عندك مشكلة أو لا اللي بعده بيكون اللي هو المموري مارك أنا ما قمت يا شباب بعمل اختبار لكارت الشاشة لكن في حال أنك عملت اختبار لكارت الشاشة عندك 2D مارك وبيكون عندك 3D مارك تضغط على 3D مارك 2D مارك مش مهم جدا 3D مارك أهم عن 2D مارك وبيطلع عندك النتيجة بعد ما يطلع عندك النتيجة في نفس الموقع اللي بحط لكم في وفي نفس الموقع هذا تضغطون على خيار فيديو كارت بنش مارك وإذا طلع مثل ما خبرتكم يا شباب سابقا إذا طلعتكم باللون الأخضر فتروحون على يطلع باللون البني اللي هو المدرينج واللون الأحمر اللي هو اللو أند بعدها نضغط على وأيضا تضغطون عندكم على الكيبورد كنترول F وتكتبون اللي هو نوع كارت الشاشة عندكم اللي هو عندي 1080 نضغط 1080 راح يحطنا أو يودينا مباشرة على 1080 هذا يا شباب إذا تريدون كنت تضغطون كنترول F فأشي راجع لكم إذا كنتوا تريدون يعني تبحثون بالشكل من ولا تنزلون وتدورون نوع كارت الشاشة فأيضا الشي راجع لكم بعدها تتأكد عندي أنا 12 ألف تروح وتشوف أنا ما سويت اللي هو الاختبار يا شباب اللي هو الخاص بكارت الشاشة فإذا طلع عندكم اللي هو المعدل 12 ألف فيعمل عندك كارت الشاشة بشكل طبيعي أما إذا طلع أقل بثلاث أو أربعة ألاف فعندك مشكلة أنت في كارت الشاشة ولازم تعرف سواء كان من كسر سرعة كارت الشاشة أو عندك مشكلة في كارت الشاشة نفسها ونفس الطريقة على باقي الأمور سواء كان المموري أو الدسك أو وحدات التخزين بنفس الشيء تروح على الهارد دسك أو على الرام وتختار اللي هو النوع الرام عندك وراح يعطيك الأفريج الموقع هذا يا شباب تقدر أنت يعني ترفع فيه بياناتك وتقدر تشوف فيه الأفريج القطع اللي قمت بفحصة ويعطيك اللي هو الأفريج حتى أنت تعرف إذا كان القطع اللي في جهاز الكمبيوتر عندك تعمل بشكل طبيعي أو هي الأندر برفورمس أو أقل عن المستوى بعد ما قمت أنت بمعرفة الجهاز عندك يعمل بشكل طبيعي أو لا وقمت بعمل التست بأمكانك أيضا أنك أنت ترفع النتيجة وتسوي لها سيف وتحفظها عندك على اليو اس بي أو تحفظها عندك على جهاز الكمبيوتر لكن في بعض الخصاصة يا شباب ما تعمل إلا في حالة أنك أنت قمت بشراء البرامج نفسه لكن في الوضع اللي أنا فيه أو غالبية المستخدمين يريدون أنهم يعرفون هل جهازهم يعمل بشكل طبيعي أو لا ويريدون أنهم يختبرون اللي هو القطع الرئيسية في جهاز الكمبيوتر أيضا الشيء أخير يا شباب يمكن واحد بيقول أنا ممكن القطع اللي معاي أنا ما عرفها اللي هو النوع المعالج مثل ما قدلوك في بداية الفيديو تضغطون عليها وراح يعطيكم اللي هو نوع المعالج مثل ما تلاحظون انتل كور آي سيفن ستة لاف وسبعمية كي وبعدها تكتبها أنت في الموقع هذا حتى يبين اللي هو الأفريج أو معدل الطبيعي القطع اللي قمت باستخدامها وأيضا على باقي القطع حتى تعرفها يعني أنت اللي هو الكرت الشاشة إذا ما كتعرف اسمها أو الرام اللي عندك أو وحدات التخزين أو نوع حتى المدربورد تضغط على الخيار هذا يخبرك نوع بذابورد وبعدها تضغط على الموقع هذا وتكتب النوع أو أنك تقوم بالبحث بشكل يدوي أو أيضا حتى أنك أنت تروح تحت وتختار اللي هو الخيار سيرتش في الخيار أنك تختار أو بخيار السيرتش أنك أنت تكتب اللي هو نوعية كرت الشاشة عندك بدون كنترول إف تضغط اللهم أنك على كرت الشاشة في خانة كرت الشاشة مثل ما تلاحظون فيديو كارد وتكتب نوع كرت الشاشة عندك وراي حطيك المعدل أو السي بيو بعدها تختار نفس الشيء وبالطريقة هذه عرفتوا اللي هو أداء جهاز الكمبيوتر عندكم وبيكون عندكم تصور أفضل لجهاز الكمبيوتر وشو هو أداء جهاز الكمبيوتر وبشذا تقريبا نحن يا شباب غطينا كل حاجة أساسية في البرامج الممتاز هذا وأيضا وصلنا لنهاية الفيديو فلا تنسونا في اللايك والسبسكرايب والشير وتفعيل جرس وفي أمان الله